السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي عمت الله السلام عليكم عليكم السلام مرحب أختي شيخ عندي أربطة تفضلي السؤال الأول هل يذكر بالذهب بحسب أدث السنوات التي مرتفت يعني مثلا هل يكون يخرج بقاة الزهب يعني كل فور يعني بيقول إذا كان ذهب مقنون الذهب إيش إذا كان يعني ذهب مقنون الذهب ملبوس قصدك لا مش الزهب المكنوز ها المكنوز المكنوز أي أي تقصدين يعني سنويا أزكيه أم لا تقصدين بأنه فات علي سنوات ما زكيت ممكن أزكيه كله هذا قصدك يعني مثلا إيو مرت عريض سنوات يعني يعني هل أخرج الزكاة الزهب يعني كل سؤال حال أليه هل يستهد طي إن شاء الله إن شاء الله سؤال الثاني سؤال الثاني في مثل الزكاة الثطر أممم يعني مرأة مطلقة وعندي بنت ولكل حضانة البنت عندي يعني فعلى منك يجد عريض خراج الزكاة يعني إن شاء الله سؤال الثاني في حضيات الشيخ ممم هل ينحي البهب ببيع شرقة 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 البهب شرقة أذن أطول ممم وإشتدادها بأخرى جهيدة فبعت القديمة وطلب مني الباع دفع نجل ويادقه قيمة الحركة من القديمة فهل يعني يسكن هذا الشيخ مفظوم الرضا وخلع لي شيء يعني يعني أنت الحلقتين بيعتيهما أيوة أخذت الثمن لا ما أخذت أنه أخذ الثمن من الحلقتين وطلب مني لبلغ زيادة فوق يعني يعني بعد ما بعتيها رحت اشتريت اثناء اشتريت غيرها ها هو نفس نفس محلة ذهب أطيت طيمة الحلقتين القديمة ممم لبلغ زيادة فوق الحلقتين القديمة عشان اشتري هالحلقتان طلب زيادة نعم طيب طيب السؤال الغراب فغيرة الشيخ يعني إذا ممكن يعني تعرف معنى العشب يعني حكم الدعاء به حكم إيش الدعاء بالله يعني مفظوم الحوض يعني حكم الدعاء للحوض ما فهمت أختي ما فهمت حكم الدعاء بماذا معنى الحوضة حكم الدعاء بها حوزة حوبة الحوبة الحوبة يعني الظلم الشخص المظلوم الحوبة مرحبا أختي مرحبا مرحب أمت الله السلام عليكم عليكم السلام أمت الله أمين وإياكم أيوة زوجة أخي حانة 3 أشهر 21 زوجة أخوك إيش حامل 5 أشهر ووقف 3 يوم نعم تجأ في بداية الليل أست في أولام نزلت عليها علامات تدل على أن الجنين في خطر نعم واتصلت على الدكتورة وودهتها إلى المستشفى لأن قلت لها عندك عملية إجفار وذهبت إلى المستشفى ودكتورة الكفر اللي بنت الدكتورة شبك عليها قالت لها عود إلى التعالي الصبح لين ما ينجر الآن سونار حتى نعرف وضعية الجنين والقابلة التي ولدتها سابقا نستألناها قالت العلامة اللي نزلت عليها مطلس شركة يعني مسألة واقف ورجعت للبيت والآلام معها قبل أذان الفجر جادت الآلام معها وقلت لها أنا وأخي اللي هو زوجها تحمل إلى الصباح حتى ما تعزبيه المستشفى وهم بل في أكسونار يعني لأن السونار فقط في الصباح ظلت نصف ساعة قريبا أو أقل بعد ما قلت لها هذا الفلام بعدها نزلت جنين في البيت وذهبنا بها إلى المستشفى سؤال يا شيخ هل أنا عليها شيئة لنجبت لها أنتظري للصباح بل في أكسونار يعرفون وضعية الجنين لنظلين تفكر يعني والطبيبة هي أصلا قالت لها أنت تعالي بكرة يعني الطبيبة اللي كانت راجع عنها بل فيادة قالت هروح إلى المستشفى شو تدلولك يعني ونما راحت لقيت نصف السوار الخطر قالت لها الصبح تجل هل أنت لا يوجد نصف السوار أي طيب أي مع العلم أنا قلت لها هكذا لمصلحتها لأنفس أخسر بالمستشفى نعم وهي عملت كثيرات بعدما سقطت جنين تبين أنها مصابة بفيروس مع الباني ومأثر على الجنين نعم يعني ما حكم يعني أنا ظلت والله أفكر يعني يعني أنا ورما قلت لها قلت لها أنت رحت للمستشفى وقلت لك يعني تعالي للصبح يعني ظلت أفكر يعني هي ورما قلت لها أنا بنصف الساعة أو أقل هبتت جنين نعم يعني أنت فقط نصحتها قلت لها لا تروحين بدري عشان ما تتعبين ويمكن يحصل تعب وإجهاض خلى نصف ساعة عشان تروحين يكون هناك سنار وتخرجين يعني مطمئنة بعدين أجهاضات وأنت تحملين نفسك يعني أو تلومين نفسك كذا أي والله يعني أنا ظلت أفكر يعني نسمع العلم يعني نصف ساعة أو أقل ظلت وركلة ولي طيب أبشري يا أغتي أمت الله من العراق أبشري أبشري مرحبا 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 علي السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي علي سؤال الأول بالنسبة للجن هل يستطيع ولديه الخدرة على حرق المنزل وحرق الأشياء الأخرى وأيضا القتل والخطف طيب سؤال الثاني ما حكم من يقول بأن الله موجود في كل مكان طيب سؤال الثالث بالنسبة للحجر الأسود ما الحكم من تقبيل عند التوافق مع أنه حجر يعني لا يضر ولا ينفع طيب سؤال الرابع من فترة سألتك عن بلال بن رضاح هل أبدأ بعد وفاة النبي أو لا فقلت لي لا وانتقل من المدينة وسكن الشام بالنسبة لسكنه في الشام هل طلب العلم أو لشيء آخر أنه انتقل وسكن في الشام طيب علي أشكور بارك الله فيك مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طبعا الأخت أمينة من عمان في اللقاء الأمس بقي لها مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه لكن أنا عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة عندي إحدى الأخوات من الصم من الأردن إحدى الأخوات من الصم من الأردن تقول بأنها فتاة كبيرة في السن وتقدم إليها عريس وهذا العريس صغير في السن تقول أنا لا أريد أن أتزوج هذا الشاب الذي يصغرني في السن تقول أهلي مصرين على أنني أتزوج هذا الشاب قالوا بأنك أنت كبرتي وفاتك قطار الزواج وشيء من هذا القبل تسأل عن الحكم أختي الفاضلة بارك الله فيك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وبالنسبة للسن فارق السن بين الزوجين هذا غير معتبر عندنا في الشريعة ولله الحمد والمنة النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي تكبره في السن وجرت عادة الناس منذ قديم الزمان أن الشاب الصغير قد يتزوج المرأة الكبيرة والعكس كذلك الشاب الصغيرة تتزوج الرجل الكبير فلذلك إذا أنت تقولين أنا لا أريد لفارق السن لا أخت الفاضلة يجب عليك أن تزيحي هذه الفكرة المغلوطة اللي عندك وأهلك واضح بأنهم حريصين على مصلحتك ويريدون يطمئنون عليك ولذلك أخت الفاضلة اقبلي بهذا الزوج ما دام توفر فيه الدين والخلق الدين والخلق ما المانع تقولين لا أنا هو ليس بصاحب دين ولا خلق وأنا لا أريد هذا الأمر لك عموم الأمر جميعه لك أنت لا بد من رضاك لكن أهلك أدرى بمصلحتك منك أنت حينما قالوا لك اقبلي بهذا الزوج ما دام أنه مرضي الدين ومرضي الخلق تقولين والله أنا لا أريد هذا شأنك يعني لا أحد يجبرك على الاقتران أو الزواج عندي سؤال ثاني من أحد الإخوة من الصم من ألمانيا يقول يسأل عن شخص يقول هذا ما كان يصلي والآن ولله الحمد يقول هو الشخص طبعا يقول هداني الله عز وجل إلى الصلاة وكذا لكن عندي مشكلة وهي أنه يسافر إلى دولة أخرى أو مدينة أخرى لأنه مصاحب بنت ويأتيها بالحرام يسأل يقول هل يقصر الصلاة في السفر أخي الفاضل بارك الله فيك أولا الحمد لله الذي هداك إلى إقامة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذ من حديث معاذ رضي الله عنه بإسناد صيق قال وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة فهذه نعم من نعم الله هداك الله عز وجل إلى هذه العبادة الجليلة وهي إقامة هذا الركن العظيم الأمر الثاني أخي الفاضل يعني كان الواجب عليك أن تسأل ما حكم مصاحبة امرأة وهي ليست يعني بزوجة لك وكذلك اتيانها بالحرام هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عضائم الآثام أما وقد فتح الله عليك ومن عليك بالصلاة يجب عليك أن تشكر الله عز وجل وأن تثني عليه وأن تحمده تحمد الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا على نعمته عليك الذي فتح على قلبك وتترك جميع ما حرم الله عز وجل فالله تعالى قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا حتى الوسائل إلى الزنا يجب على الإنسان أن يحسمها وأن يقطعها وأن يسدها حتى لا يقع في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب ولذلك الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وفي الصحيحين من حديث بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني يا حليل تجارك والزنا يا أخي الفاضل قبيح في جميع الشرائع والملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول متعارف على قبح الزنا ولا يجوز الإنسان أن يسعى إلى هذا الأمر المسألة الأخرى أذكرك بالله عز وجل الآن لو قدر الله عز وجل لك حادث في الطريق وأن تذهب إلى هذه المرأة لتزني بها ماذا تقول بين يدي الله عز وجل ألم تفكر في هذا أما حسبت نفسك أما حسبت نفسك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث المرأة لما مات عليه يبعث المرأة لما مات عليه ترضى أن تبعث زانيا ها ترضى ترضى أن تبعث زانيا والأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم انظر ماذا يختم لك تشوف حوادث الدنيا الآن سواء طائرات ولا قطارات ولا سيارات ولا سفن حوادث يعني هل تضمن أنك أنت ما تلقى حتفك وأن تذهب إلى مثل هذه المعصية المسألة الأخرى الحلال كثير ولله الحمد لماذا ضيقت على نفسك لماذا لا تتزوج امرأة صالحة ذات دين وخلق أفضل لك تعيش في الحلال ولله الحمد وتلقى الله عز وجل وأنت طاهر نقي ليس ملطخ بمثل هذه القادرات قادرات الزنا وهذا الانحراف والعياذ بالله بالنسبة لخصوص سؤالك هل تقصر لو ذهبت جماهير أهل العلم وهو مذهب الأمة الثلاثة على أنك ما تقصر من سافر سفر معصية لا يقصر من سافر سفر معصية لا يقصر قالوا لا يجوز له أن يقصر حتى جميع رخص السفر ما يترخص فيه ما هي رخص السفر القصر والفطر والمسع على الجوربين ثلاث أيام بليالهن وجمع الصروات قال ذي كلها لا يرخص له فيه لماذا لأنه سافر سفر معصية والعياذ بالله سفر معصية هناك مذهب انفرد عن الأئمة الثلاثة وقال بأن سفر المعصية كبقية السفر لأن الجهة منفكة قالوا يقصر لكن عموما لا تترخص برخص السفر بارك الله فيك هذا إذا ذهبت وإن شاء الله ما تذهب أنا نصيحة لك أنك تتوب إلى الله وإذا تبت إلى الله تاب الله عليك وإذا تركت هذا الشيء لله عوضك الله خير تعيش حياة طهر ونقاء وتعيش حياة الأسرة تكون لك أسرة ولله الحمد والبنات الطيبات كثيرات بارك الله فيك السؤال الثالث من إحدى الأخوات من الصم تقول عندها خادمة يعني من جنسية آسيوية تقول ترغب في الإسلام بعدين تقول جبت لها كتب وشيء من هذا القبيل لما قرأت الكتب ويعني استوعبت ما فيها قالت هذه الخادمة أو العاملة أو المساعدة قالت لقد كنا في خطأ تقول يعني أنا لو قلت لها نعم كنت في خطأ علي شيء الجواب لا لأنك أصرا أنت ما دعوتها للإسلام إلا لأنها على خطأ إلا لأنها على خطأ والإسلام هو دين الله عز وجل قال الله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام قال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه لذلك وين المشكلة عندك لماذا تحسست من هذا لماذا تحسست هي أنت جبت إلى كتب عشان تسلم هي مسكينة اكتشفت فعلا أن الإسلام هو الحق وأنها كانت على ضلال وعلى خطأ فقالت لك أنت ترددت كيف تترددين أنت على الحق أنت على دين الإسلام أو لله الحمد قولي نعم والحمد لله لي فتح على عاملتك المنزلية هذه بارك الله فيك الأخت هذه من الصم لها سؤال آخر تقول بدأت العاملة تفكر بجد في الإسلام تقول أنا الآن هل أخبر الناس قبل ما تسلم ولا أنتظر أخت الفاضل انتظري انتظري الهداية بيد الله عز وجل أنت بيدك هداية الدلالة هداية الإرشاد هداية البلاغ بلغت وأرشدت وعلمت ووجهت لكن التوفيق بيد الله فقد تسلم وقد لا تسلم وإن أسلمت فلك الأجر والثواب العظيم نبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني ومرأة خير لك من حمر النعم ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه وإذا لم تسلم ما رغبت في الإسلام أنت لك أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأنصحك يا أخت الفاضلة أنصحك بأنك لا تستعجلين لا تستعجلين بارك الله فيك أمينة من عمان يعني سألت مجموعة أسئلة في الأمس أجبت عن سؤال واحد في سؤالي الثاني تقول الأخت أمينة هل الرجل الحريص يزوج أخت الفاضلة أمينة بارك الله فيك ماذا تقصدين بهذه الصفة للرجل الذي تسألين عن تزويجي فإن عنيتي بالحرص البخل أو الشح فلا لا يزوج لا يزوج الرجل الشحيح ولا يزوج الرجل البخيل ولذلك أي امرأة يعني ارتبطت برجل شحيح أو برجل بخيل فإنها والعياذ بالله تعيش جحيما وتعيش يعني آلاما ولا يمكن أبدا أن تكون حياة هذه المرأة مستقرة وهانئة وسعيدة أبدا أبدا ولذلك كان السلف ينهون عن تزويج البخيل والشحيح ما يزوجون هذا إذا عنيت بالحريص الشحيح والبخيل أما إذا عنيت بالحريص الرجل الذي شرحت لك بعض صفات هذا الحرص حرص على الطاعة حرص على الصلوات حرص على زوجته حرص على العياله حرص على بيته حرص على أمواله ما يبذر ولا يسرف وإنما يؤدي حق الله يخرج الزكاة ينفق على زوجته ينفق على أولاده حريص على عدم التبذير حريص على عدم يعني العبث بهذه الأموال هذا ونعم هذا وليزوج هذا ونعم هو اللي يزوج بارك الله فيك ولذلك هذا يحرص عليه يحرص عليه لأن القاعدة الشرعية أن التوسط دائما هو المطلوب يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني يكون الإنسان متوسط له بخيل قابض إيديه إلى عنقه وله مسرف مبذر وإنما وسط فلذلك إذا عنيت بالحريص هذا نعم أكرم وأنعم هو الذي يزوج بارك الله فيك أمينة من عمان تسأل عن تفسير قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تقول كيف كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام أختي أمينة بارك الله فيك هذه الآية العظيمة زكى الله جل وعلا فيها نبيه وكشف عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية الناس ومن سعيه الحثيث في ذلك ولذلك هو يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا وما كان يعني يدعو وقتا إلا واستثمره في دعوة الناس إلى الله وفي محاولة إنقاذهم من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة هذا كان هو النبي عليه الصلاة والسلام فكان حرصه على هداية الناس حريص عليكم ولذلك جاءت آيات قرآنية تفسر هذه طبيعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن الله تعالى عتب عليه عتب الله على نبيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرصه هذا يعني كان شديدا وكادت كبده تتفتت بسبب ما كان يرى من تساقط هؤلاء المشركين في النار ولا يسلمون قل جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا قل جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قل جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قل جل وعلا إن عليك إلا البلاء ونصوص كثيرة تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص حريص على هداية الناس حتى إنه مرة كان في أحد منتديات قريش اللي كان يجلسون فيها دار الندوة وكان يعني يعرض عليهم الإسلام ويرغبهم في الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام مع صناديد قريش وشيوخ مكة فجاء عبد الله بن أمي مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله عندي سؤال تخيل الجو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الصناديد وشيوخ قريش وكبار وزعماء قبائل قريش ويأتي صحابي أعمى يقول يقطع هذا الجو فيعبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجه يعني الوضع ما يتحمل سؤال الآن كذا لكن الله تعالى عتب على النبي عليه الصلاة والسلام مبينا بأن حرصك على هؤلاء إن كان الله لم يهديهم لن يهتدوا إن كان الله لم يكتب لهم الهداية لن يهتدوا قال جل وعا العبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يروى يروى بأنه إذا رأى ابن أم مكتوم قال أهلا بالذي عاتبني الله فيه بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحرص العظيم كان لأجل هداية الناس أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين وعلى المسلمين كان حريصا عليهم أكثر من حرصهم على أنفسهم ولذلك كان يعلمهم ويفتيهم وكان يزورهم وكان يقف معهم ويساعدهم وكان يشفع لهم وكان يحرص على تعليه حتى يقول إنما أنا لكم كالوالد يعلمهم حتى دقائق الأمور كان يصلح بين من يتخاص منهم كان يعني يسعى في كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب سعادتهم كان يسعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شيء المسائل الإيمانية الشرعية كان حريص على أن يجعل أصحابه على أحسن حال في تعاملهم مع الله عز وجل ولذلك الله عز وجل زكى نبيه بمثل هذه التزكية العظيمة أمينة من عمان تسأل تقول هل تستأذن المرأة زوجها هل تستأذن المرأة زوجها في الرضاعة تقول نحن اكتشفنا عندنا مجموعة إخوة من الرضاعة ما كنا نعلم عنهم إلا من قريب أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن ترضع طفلا ليس منها فيجب عليها أن تستأذن زوجها نص على هذا أهل العلم ولا يجوز لها أن ترضع هذا الطفل من دون استئذان زوجها فللزوج الحق في هذا خاصة وأنه سيكون أبل له من الرضاعة ولذلك لا تقدم على إرضاع طفل إلا بإذن زوجه بل أزيدك مسألة وهي أن المرأة لو كان لها طفل من غير زوجها الثاني هذا قال العلمة يجب عليها أن تستأذن زوجها لإرضاعه إلا في حالته الحالة الأولى إذا كان هناك ضرورة بمعنى أن هذه المرأة كانت مثلا معتدة وعدتها بوضع الحمل ثم بعد ذلك تزوجت بعد ما انتهت من عدتها وهذا الطفل صغير ترضعه ولو تركته هلك لا يجب علي على زوجها أن يأذن لها وإذا لم يأذن زوجها لها فيسقط إذنه الحالة الثانية حالة يعني قلنا حالة الضرورة والحالة الثانية حالة الشرط إذا هي اشترطت على زوجه بمعنى في عقد النكاح قالت له بشرط أنني أرضع طفلي من الزوج الأول مثلا وقبل الزوج ليس له الحق في أن يمنعها واضح أما قضية الرضاعة للأطفال مثلا من غيرها لابد من إذن الزوج أخت الفاضلة بارك الله فيك وقضية إخفاء الرضاعة لا شك بأن هذا يرجع إلى القصد فإذا كان القصد سيء فهذه معصية والعياد بالله يعني امرأة ترضع وتترك لمقاصة سيئة هذه معصية عظيمة لأن بهذا قد يتزوج الرجل أخته من الرضاعة وقد تتزوج المرأة أخاها من الرضاعة أما إذا كان لها هكذا جهل ونسيان أو عدم اهتمام فأرجو الله أن يغفر لهم عموما يا أخواني وأخواتي بالنسبة لمسائل الرضاعة مسائل حساسة ودقيقة جدا فأي ممرأة رضعت طفلا في الحولين خمس رضاعات فأكثر مشبعات أصبح ابنا لها من الرضاعة وأخا لجميع أولادها وابنا لزوجها وهو ينزل منزلة الولد النسبي الولد النسبي تحرم الرضاعة ما يحرم النسب هذه قاعدة مهمة جدا في أبواب الرضاعة فنبه الناس بارك الله فيكم وذكروهم بمثل هذا وأن أي مرأة أرضعت ما يجوز لها تخفي هذا يعني رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أن هذه المرأة زعمت زعمت أنها أرضعتني أنا وزوجتي مسكين تزوج صحابي جليل تزوج عنده زوجة وكذا جت حرمة أطلعت قالت أنا أرضعتكم أنت أخت لهذه وأنت أخ لها وهي أخت لك من الرضاعة فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذه حرمة تقول كلام عجيب يعني فقال فارق أما وقد قيل أما وقد قيل قال يا رسول الله امرأة يعني لذلك العلماء يقول يكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاعة يكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاعة هذا على حد القولين عمو من أخت الفاضلة بارك الله فيك يجب على المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن ترضع طفلا ويجب أيضا أن تخبر كل عائلتها بأن هذا الطفل ابنا لها من الرضاعة عندي سؤال أيضا من الإخوة الصم فاتني الجواب عليه وهو تقول لأحد الأخوات من الصم إذا عطس الإنسان هل يعني يلزم أنه يحمد الله عند كل عطاس أخت الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة للمسلم إذا عطس فإن من السنة وليس من الواجب والفرض وإنما من السنة أن يقول الحمد لله الحمد لله وسن لمن سمعه يحمد الله أن يشمته وتشميته أن يقول له يرحمك الله فيرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله أن يشمته إذا عطس فحمد الله أن يشمته بالنسبة لك أخت الفاضلة إذا كنت تقصدين العطسات المتوالية يعني عطست ثم عطست ثم عطست يكفيك تحميد واحد تقولين الحمد لله أما إذا عطست فحمدت الله ثم بعد ذلك عطست مرة أخرى من السنة أيضا أن تقولين الحمد لله وإذا عطست ثالثة أيضا من السنة أن تقولين الحمد لله أمت الله من عمان تسأل تقول يعني بالنسبة للذهب المكنوز من سنوات يعني هل أزكي عن جميع السنوات الماضية أخت أمت الله من عمان بالنسبة للذهب المكنوز إن عقد الإجماع على وجوب الزكاة فيه وذلك لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مانع الزكاة كيف يعذبون في النار وأن من كنز الذهب والفضة يعذب بها في النار يعذب بها في النار كذلك يعذب بها في القبر فالله جل وعلا يرسل على مانع الزكاة ثعبانا قال شجاع أقرع أن ثعبان عظيم له زبيبتان يأخذه بلهمزتيه يقول أنا كنزك أنا مالك ولذلك أخت الفاضلة نص أهل العلم على أن الزكاة لا تسقط بالتقادم فإذا كان شخص عنده ذهب مكنوز من عشر سنوات ولم يزكيه وجب عليه أن يحسب السنوات العشر هذه كلها وأن يخرج زكاتها يجب عليه أن يخرج زكاة هذه السنوات ولا يسقط بالتقادم ولا يسقط بالجهل يقول الله ما كنت أدري لا هذا مما هو يعني من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة يعلمها كل من ملك مالا بلغ النصاب يعلم بأن عليه زكاة لكن ما يعرف مقدار الزكاة صحيح يجهل لكن يجهل أن ما عليه زكاة هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولذلك تزكين بارك الله فيك وبالنسبة للزكاة أخت الفاضلة سنوية يعني عندك الآن كيلو ذهب هذا الذهب تزكينه سنوية ما تزكينه مرة واحدة كل سنة مدام موجود تزكينه وتقيمينه على تقيمينه هذا من حيث الوزن تشوفين كم سعره السنة الماضية مثلا كيلو الذهب مثلا مثلا أنا لا يعني أقطع بهذا السنة الماضية كان مائة ألف مثلا الطلعين ألفين وخمسمية السنة مثلا هذه حال عليه الحول ونزل إلى خمسين ألف الطلعين زكاة خمسين ألف السنة اللي بعده وإن شاء الله بإذن الله يصير سعره ميتين ألف الطلعين زكاة ميتين ألف بارك الله فيك أمت الله من عمان تقول أنا امرأة مطلقة وعندي بنت أحضنها بالنسبة لزكاة الفطر على من أختي الفاضلة أمت الله بالنسبة لزكاة الفطر تلزم الأب تلزم الأب ويخرج زكاة الفطر على كل من يمونه بالنسبة لك أنت لا يلزم زوجك أن يخرج عنك زكاة الفطر لأنك لست له بمرأة فالعلاقة التي بينك وبينه انقطعت بالطلاق وحصل فراق بينك وبينه هذا أحد أنواع الفرقة ولذلك لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنك إلا أن يتبرع أما ابنتك فهو الذي يخرج زكاة الفطر عنها لأنه والدها ومسؤول عنها فهو الذي يخرج زكاة الفطر عنها ونفقتها واجب عليه إذا والله بينك وبين زوجك مشاكله ورافض يطلع زكاة الفطر أنت تخرجينها والحمد لله زكاة الفطر مقدور عليه أمت الله من عمان تقول ذهبت إلى محل الذهب لأبيع حلقتين تقول وأستبدلها بجديدة تقول بعت الحلقتين وبعدين ما قبضت المبلغ قال لي زيدي علشان تشترين الحلقتين الجديدتين تقول ما حكم ذلك أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للذهب لا يجوز بيعه إلا بشرط التقابض لا يجوز بيعه إلا بشرط التقابض وبالنسبة للحالة التي وصفتيها لم تقبض المال وهذا خطأ منك ومن البائع إلا على قول بعض العلماء بأن قلت خلي المبلغ عندك أمانة مثلا الآن أمنتيه المبلغ ثم اشتريتي بعد ذلك وزدتي عليه لكن الأصل أنك ما تفعلين هذا تقول سلمني المبلغ هذا هو القبض ثم بعد ذلك تبدأين بعقد جديد تقولين أريد أشتري هذه أو أشتري هذه وبعدين تدفعين المبلغة كاملا تنبهي مستقبلا بارك الله فيك أمت الله من عمان تسأل تقول يعني تريد توضيح لدعاء الحوبة تقول كيف يدعو الإنسان بدعاء الحوبة طبعا الأخت أمت الله أنا استوضحت منها وتبين بأنها تقصد الدعاء المظلوم يعني شخص يقول مثلا يدعو على من ظلمه ويرى حوبة هذا الأمر في الواقع مثلا يعني تسأل تقول هل هناك دعاء خاص للحوبة أختي أمت الله ما في دعاء خاص لمثل هذه اللفظة عندنا دعاء المظلوم عندنا دعاء المظلوم نوح عليه السلام قال ربي إني مغلوب فانتصر ظلم نوح ظلمه قومه قال ربي إني مغلوب فانتصر فانتصر الله له ولذلك أمر الله جل وعلا السماء فأمطرت كأفواه القرب والأرض تفجرت ينابيع وأغرق الله القوم الكافرين الأنبياء علموا الصلاة والسلام دعوا الله عز وجل دعوا الله كثيرا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا على قريش حينما أمعنت في الإضرار به خاصة لما سجد عند الكعبة وقال أبو جهل من يأتي بسلى جزور بني فلان فذهب أشقاهم عقب بن أبي معيط وأتى بسلى الجزور يعني الكرش وأكرمكم الله وما عليه وضعه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فأخبرت فاطمة وجاءت تدفع هذا الأمر عن أبيها وتبكي وتسب هؤلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليهم فدعا قال اللهم عليك بقريش فسكت القوم وخافوا لأن يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام فأخذهم شيء عظيم من الخوف والرهبة ودع عليهم عليه الصلاة والسلام هؤلاء من كان موجود كلهم قتل في بدر عقب ابن أبي معيط عفو نبو جهل وأمي بن خلاف وعقب من جملة من قتل بعدما أسر قتل بعدما أسر والمقصود أخت الفاضلة أن الإنسان له أن يدعو إذا كان مظلوما لكن لا يتجاوز فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة المظلوم وأيضا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ليس بينها وبين الله حجاب والمقصود أخت الفاضل يعني الإنسان إذا ظلم فإن الشريعة أذنت له بالدعاء يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى يستجيب دعوة المظلوم صيغة معينة ما فيه أهم شيء إن الإنسان لا يظلم ولا يتجاوز لا يتجاوز يعني شخص ظلمك ما تروحين تدعين على أبيه وعلى أمه وش دخلوا بوهم يعني مثلا امرأة بينها وبين زوجها يعني مشاكل وظلمها واعتدى عليها وسحقها مثلا تقول اللهم أخذ لي حقي من زوجي مثلا أو خذ لي حقي من طليقي مثلا يجوز أما تقول اللهم عليك به اللهم حرق قلبه بابوهم لا هذا ظلم حرق قلبه بكذا هذا ظلم تجاوزتي ولذلك كثيرا من المظلومين يدعون يقولون ما يستجاب لنا إلى أنك أنت تجاوزت ما اعتدلت في الدعاء وأنت ما اعتدلت في الدعاء كثير من المظلومين يقولون طيب الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة المظلوم واستجابه هذا ندعو وما استجاب الله لنا إلا أنك تعتدون في الدعاء يصير اعتداء وش ذنب أبوه وأمه وش ذنب عياله مثلا من زوجه ثانية مثلا وش ذنب أمواله مثلا يعني بهالطريقة هذه اللهم المظلوم ما يعرف الله عز وجل بما عنده الله عز وجل عليم سبحانه وتعالى ما يخفى عليه من عبادي خافي يعني أنت إذا كنت مظلومة تريدين تخبرين الله تقول يا رب أنا تراني مظلومة الله يعلم سبحانه وتعالى يعلم خلاجات الضمير خفايا النفوس والضمائر المخبآت هذه يعلمها قبل أن تكون هم وتكون يعني تتدرج يعلمه في القلب فالمظلوم يقول اللهم انصرني اللهم اني مغلوب فانتصر اللهم يا رب أنت أعلم بحالي يكفي هذا يكفي هذا بارك الله وأيضا اللهم عليك بفلان يجوز اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلانة مثلا والعفو أفضل العفو والصف أفضل يقول جل وعلا والكاضي من الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أمت الله من العراق بارك الله فيها تقول زوجة أخوها كانت حامل خمسة أشهر وواحد وعشرين يوم تقول شعرت بآلام نزلت عليها علامات يعني واضح بأن الجنين في خطر راحت المستشفى قالوا لها يعني أنت وضع الجنين غير طبيعي الآن ما في أحد تعالي بكرة وجودك في المستشفى ما ينفع تقول يعني لما ذهبنا قالوا لها تعالي الصباح تقول أنا شفت حالتها وكذا وكانت تبغى تروح قلت لا لا يعني ريحي ارتاحي لأن روحتك فيها خطر عليك تقول بعد نصف ساعة تقريبا أجهضت ونزل الجنين تبين فيما بعد بأن المرأة تحمل فيروس وهذا الفيروس أثر على الجنين فسقط تقول أنا بدأت ألوم نفسي هل علي شيء يا أختي الفاضلة أمت الله ما عليك شيء واتركي عنك وسوسة الشيطان وأغلقي هذا الباب الذي يريد الشيطان أن يفتحه عليك حتى تعيشي حزنا دائم وقلقا مستمر ما يصرح هذا يا أختي الفاضلة أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل أنت نصحتها لأنك شايف الحرمة مريضة وتعبانة وروحتها مبكرة يعني روحتها مبكرة هذا بيسبب لها مشاكل وممكن أنها تتعب أكثر تنصحتها قلت إلى السنار ما يفتحون المستشفى الآن خذين الساعة قدر الله لا تسببتي أنت في شيء ولا باشرت شيء وهذا كلام تقولينه يمكن أغلب الناس يقوله فلذلك أتركي عنك مثل هذا وإحمد الله عز وجل على يعني ما قدر وقضى وهذا يعني تقدير الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يعوضها خيرا علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للجن هل لديهم القدرة على حرق المنازل أو القتل مثلا قتل الخطأ أو شيء من هذا القبيل يا علي بارك الله فيك بالنسبة للجن خلقهم من خلق الله خلقهم الله عز وجل من نار أبوهم إبليس وهم ذوات ذواتهم يعني كل جني ذات وعطاهم الله عز وجل صفة التخفي إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم وعطاهم الله عز وجل صفة التشكل أحيانا فيتشكلون في صورة الكلب الأسود وفي ثعابين ومنهم من يرحلون وينزلون ومنهم الطيارون وغير ذلك مما جاء وصفا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لهم نعم الله عز وجل أعطاهم القدرة ولذلك يقتل بعضهم بعضا ويغزو بعضهم على بعض وربما أيضا ظلم البشر فيحصل منهم قتل البشر إما قتل عمد وإما قتل خطأ ولذلك يذكرون بأن سعد بن عبادة رضي الله عنه وإن كان إسناد هذا الأثر محل انتقاد عند أهل العلم وهو محل بحث عموما يقولون بأنه وجد ميتا عند جحر قيل بأنه تبول في هذا الجحر وهذا الجحر كان مسكن للجن فسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده فلم نخطي فؤاده ومعروف عند الناس قديما أن الجن يؤذون وربما قد يحرقون المنازل وبعضهم أيضا مع بعضهم البعض وقد يؤذون الجن وعفوا يؤذون الإنس ولا شك بأن اعتداءهم على الإنس نوع من الظلم فيكونون ظلم بمثل هذا حرق المنازل مثلا أو إخفاء الأشياء أو القتل الخطأ أو القتل العمد مثلا يصدر منهم شيء من هذا نص على هذا أهل العلم علي من عمان يسأل يقول ما حكم من يقول بأن الله موجود في كل مكان علي بارك الله فيك بالنسبة لكلام على هذه المسألة كلام مهم جدا ذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقي فوق سماواته وأن الله تعالى مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وقوته سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافي أما بذاته فهو مستوى على العرش ومن أقبح المقالات ومن أقبح المقالات أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود بذاته مع خلقه متحد بهم أو حال بهم أو مختلط بهم تعالى الله عما يقولون علوا كبير وهذه المقالة حقيقة يقف لها الشعر ويقشعر لها البدن فالله جل وعلا في سبع آيات في القرآن يقول الرحمن على العرش استوى والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز بأنه سبحانه وتعالى في علو في علو سبحانه وتعالى ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة على أن الله تعالى في علو فهو على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء نحن لما نسجد يا علي ماذا نقول سبحان ربي الأعلى نقول سبحان ربي الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الجارية التي كعب بن مالك كان عنده جارية ترعى الغنم فأخذ الذئب شاتا فغضب يقول كعب غضبت أنا آسف كما يأسف البشر يعني يغضب فصككتها يعني عطاها كف مثل ما يقولون فصككتها فندمت فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله حصل كذا وكذا فقال ائتني بها فسألها النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمن اعتقها فإنها مؤمن ولذلك الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقي فوق سماواته ولا يخفى عليه من عبادي خافي ما من هباء وذر في هذا الكون في هذا العالم في هذا الملكوت إلا والله يعلمه لماذا؟ لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى و لذلك كما ذكرت قبل أقل من أقبح و أسوأ المقالات أن يعتقد إنسان بأن الله مختلط بذاته مع عباده حتى إن أهل العلم يلزمون من يقول هذه المقالة القبيحة بأن الله أكرمكم الله و تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يلزم من ذلك أن يكون في الحمام و في بطن الإنسان و على المزبل و كذا تعالى الله تعالى الله و لذلك يجب اعتقاد بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقي فوق سماواته و هو بعلمه و سمعه و بصره لا يخفى عليه من عبادي خافي يعني معهم بعلمه و عندنا المعية نوعان معية خاصة و معية عامة المعية العامة معية الله عز وجل مع جميع الخلق بسمعه و بصره و بعلمه سبحانه و تعالى هذا المعية العامة أما المعية الخاصة فهي معية النصر و التأييد قال جل و علا إنني معكم أسمع و أرى هذه معية خاصة لموسى و هارون قال جل و علا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا معنا هذه معية خاصة للنبي صلى الله عليه و آله وسلم و لأبي بكر الصدير و أما المعية العامة ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم معية عامة و لذلك كل آيات المعية إما أن تبدأ بعلم أو تختم بعلم بارك الله فيك فضل يا أم مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمحني يا شيخ حسب الكلام الذي قلت الآن نحن في مجتمعنا نقول هذه الكلمة كثيرا مثلا دخل أحد يقول من في الدار تقول الزوجة والأخت أنا والله الله معي أو تقول الله معنا في كل شيء هل هذه الكلام إذا قلنا نحن آتمات أو نحن كافرات طيب يا مريم تسمعني يا شيخ أي أم مريم نعم تفضلي ماذا قلت الآن نعم نعم السؤال الثاني نعم السؤال الأول يا شيخ باركاته هنا أخت معي هنا في فرنسا هي مريضة عندها مرض العظام والتهاب المفاصل وتسأل عن التيمم بالنسبة لصلاة الفجر فقط هي تسكن في بيت له طبق أول وتنم في الطبق العلوي ليس فيه دورة مياه ويصعب عليها يجب عليها إذا أرادت أن تصلي الفجر مثلا الفجر عندنا الآن على الرابعة يجب عليها أن تستيقظ ساعة أو ساعة ونصف لكي تستطيع أن تحرك أصابعها ورجلوكي تستطيع أن تنزل حتى من السرير والوقت يأخذ منها كثير مخافة أن يخرج وقت صلاة الفجر تتيمم فهل هذا يجوز أم لا فقط صلاة الفجر وعلم أنها سقطت عدة مرات وتكسرت أبداعها بسبب هذا المرض يعيقها كثيرا بالنسبة للوضوء مفهوم سؤالي يا شيخ؟ لكن أختي أم مريم بالنسبة لما تستطيع تستعمل الماء لا 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 تستطيع الحركة لا تستطيع الحركة ولا تستعمل الماء يجب عليها وقت كثير لكي تستطيع أن تحرك أصابعها لكن في النهر تستطيع لكن هذه المشكلة عندها في تستطيع في الفجر فقط نعم بالنسبة لصلاة الفجر سؤالي الثاني يا شيخ ابني يسكن أمامي بيتي وبيته نحن جيران وهو يسأل بالنسبة للأضحية وتقريبا جميع الوجبات مجموعين تقريبا وليس الكل ويسأل بالنسبة للأضحية هل يجب عليها أن يذبح أضحيته وأبه يذبح أو نذبح أضحية واحدة فقط شعالي أم مريم الله يكلمك يا شيخ بارك الله مرحبا مرحبا فضلي صفية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هل إذا اغتاب شخص شخصا لا أعرفه أماني هل وقعت في الغيبة طيب السؤال الثاني إذا صلت المرأة خارج بيتها مضطرة هل تصل لواقفة جالسة وتكون يعني في الشارع بحضرة الرجال نعم طيب طيب سؤال ثالث إذا حنت شخص كثيرا هل تكفيه كفرة واحدة طيب طيب عندي قريبة أحيانا أنبهها أقول لها قول لزوجك لماذا ليصلي لماذا يفعل هذا لماذا لا يفعل مع أبنائه هكذا لماذا لا ينصحهم لماذا لماذا فهل أنا بذلك أكون مخببة طيب طيب علما أنني في أمور الدنيا أقول لها لا تحملي زوجك لما لا ينطيق إن شاء الله سؤال خامس عندنا في المغرب دكتور عنده تخصص علم في علم التغذية نستفيد من محاضراته ولكن مؤخرا عنده طوام في العقيدة الكرة الإسراء والمعراج و الكرة كتب الصحاح فهل يجوز لأستفيد من علمه هذا أم لا شاء الله صفي بارك الله فيكم مرحبا مرحبا بارك الله فيك طيب طيب أرجع للأخ علي من عمام بارك الله فيه يسأل يقول بأن بالنسبة للحجر الأسود يقول ما الحكمة في تقبيله عند الطواف علي بارك الله فيك جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف عند الحجر الأسود فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك فأنا أقبلك ولذلك أخي الفاضل هذه مسائل تعبدية تعبدنا الله جل وعلا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الطواف يا أخي الفاضل السؤال لماذا نطوف هكذا ولماذا سبعة أشواط ولماذا نجعل الكعب على يسارنا ولا نجعل الكعب عليه منه حتى يرى الله المطيع من العاصي حتى يرى الله تعالى يرى المستجيب من المدبر ولذلك نحن نقف على قنطرة العبودية والتسليم لله عز وجل فكل ما أمرنا الله جل وعلا به نستجيب له وما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فأحيانا ليس كل عبادة لابد أن تظهر الحكم لنا صحيح أحكام الله منزهة عن العبث لكن لا يلزم لأن هذا يضعف مسألة التعبد لله عز وجل تذهب معاني أو حقائق العبودية لله عز وجل فالتنبه لهذا بارك الله فيك أهلي من عمان يسأل يقول بالنسبة لبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام سألتك في اللقاء السابق يقول علي إنه سألني في اللقاء السابق هل أذن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنا أجبته بأنه لم يؤذن بعد النبي وإنما ذهب إلى الشام يقول ذهابه إلى الشام هل لطلب العلم أو لشيء آخر علي بارك الله فيك بالنسبة لبلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام سكن الشام وقد صح هذا بالأسانيد الصحيحة أنه سكن الشام وليس بالضرورة أن يذهب مثلا لطلب العلم أو لكذا فكثير من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة ابن عباس ذهب إلى مكة والطائف وعلي رضي الله عنه في الكوفة وأنس في البصرة وأبو الدرداء في الشام وأبو ذر في الربدة توزعوا يعني توزع الصحابة وهذا الانتشار لهم حتى ينشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نشروا هذه السنة والشام فيها فضائل كثيرة ولذلك كان يحث الصحابة بعضا بعضا على الذهاب إلى الشام لما ورد فيها من الفضائل أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول عندنا يعني تعودنا في مجتمعاتنا أن نقول هذه العبارات مثلا إذا قلنا من في الدار يقول أنا والله معي أو يقول الله معنا أو شيء من هذا القبيل أختي أم مريم بارك الله فيك بالنسبة للمؤمن جميل أن يعني يستشعر دائما بأن الله تعالى معه بنصره وتأييده وأن الله تعالى معه ليستشعر عظمة المراقبة المراقبة لله عز وجل فيقول الله معنا أو إذا جاء يودع شخص يقول الله معك يعني بحفظه وبكلاءته وبنصره وبكونه ظهير ونصير لهذا الإنسان طيب هذه عقيدة المؤمن لكن أن يعتقد بأن الله بذاته تعالى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبير أعوذ بالله هذه عقيدة فاسدة وعقيدة باطلة أن يعتقد الإنسان بأن الله تعالى بذاته بذاته حال مع خلقه مختلط بعباده مختلط بخلقه هذا والعياذ بالله منافل لنصوص القرآن والسنة ومنافل للإجماع الذي انعقد على أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وأنه تعالى بعلمه وسمعه وبصره مع خلقه لا تخفى عليه من عبادي خافي لكن ما جرت العادة عند كثير من المسلمين الله معنا يعني ناصرنا ومأيذنا كما في قوله تعالى ثانية ثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا معنا بنصره وليس معهم في الغار بذاته تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبير فلابد من فهم هذه المسألة يا أخد الفاضل أن هذه من صميم العقيدة هذه من صميم العقيدة بارك الله فيك أم مريم تقول إمرأة عندها مرض عضال والتهابات وشيء من هذا القبيل تسكن في يعني الطابق العلوي عندها معاناة في صلاة الفجر بالنسبة لمسألة الوضوء هي لا تتحرك لكن تعاني صعوبة جدا فماذا عليها مثلا إذا أرادت أن تستيقظ لا بد أن يكون قبل الفجر بساعة وتقول مرة سقطت وشيء من هذا القبيل أختي الفاضلة بالنسبة لهذه المرأة تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية هي تسكن في العلو جبيلها صحا إناء فيه تراب أكرمكم الله وحاشاكم تراب في هذا الإناء وضعوها عند رأسها وإذا جاءت تضرب ضربة واحدة وتنفخ يديها وتمسح وجهها وكفيها تكون قد تطهرت الطهارة الكاملة ولله الحمد والمنه هذا هو الحل بالنسبة لها أم مريم تقول ابني يسكن أمامي وأغلب الوجبات نأكل مع بعض تقول هل يلزمه أضحية أم تكفي ضحية والده أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لأهل البيت عليهم أضحية واحدة على أهل كل بيت أضحية فإذا كنتم مجتمعين حتى لو شقق متقابلة وتأكلون مع بعض وأغلب الوجبات تأكلونها مع بعض يكفيكم أضحية واحد يكفيكم أضحية واحد وإذا كان الإبن يريد أن يضحي ووالده يريد أن يضحي يكون طيب طيب لكن أضحية واحدة كافية ولله الحمد والمنه صفية من المغرب تقول هل إذا اغتاب شخص شخصا أمامي وأنا لا أعرفه وسكت هل أكون واقعة في الغيبة صفية بارك الله فيك الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك بما يكره كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للمستمع للغيبة الراضي بها الراضي بها مشارك للمغتاب في الإثم ولا يلزم أن تكون تعرفين هذا الشخص أو لا تعرفين ما دام أنه هو اغتابه يجب عليك أن تنكري عليه تقول له اتق الله اترك الغيبة لا تذهب حسناتك وشيء من هذا القبيل صفية تقول بالنسبة للمرأة إذا صلت مثلا في الشارع ما استطعت الصلاة في مصلى أو مسجد أو مكان هل تصلي واقفة أم جالسة أختي صفية بارك الله فيك القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين ولما فصه من حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها بأنه كان يصلي قائما إلا في حالة المرض لما مرضى صلى جالسا ما استطاع يقوم وكذلك في صلاة السنة بالنسبة لك إذا صليت في حديقة أو مكان تصلي نقائما وتلملمين نفسك يعني في السجود وفي الركوع مثلا ما تجافين يديك عن جنبيك ولا فخيديك عن بطنك لا تلملمين نفسك بحيث أنك يعني تحرصين على مع طبعا الحجاب الكامل الساتر السابق اختصفية باقي لك كم سؤال لأن وقت البرنامج أنت أعتذر منك لا أستطيع الآن أجيبك إن شاء الله غدا بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته